تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة اليوم 107 و 57 على التوالي وارتكبت اليوم عددا من المجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين وشنت قوات الاحتلال غارات على شمال وشرق خان يونس وشرق مدينة رفح جنوبية قطاع واستهدفت بوسط قطاع غزة مناطق البريج والمغراقة وجحر الديك كما استهدفت الغارات جنوبي الزيتون بمدينة غزة ومحيط منطقة الاتصالات غربي المدينة وأكدت السلطات الصحية بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت سبع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 67 فلسطينيا وإصابة 106 آخرين كما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحية العضواني على القطاع إلى 31 112 شهيدا و72 760 مصابة